على مدى أكثر من نصف قرن لم يلمع اسم شاعر وملحن غنائي مثلما لمع نجم المحضار سفيرا وغنائيا عابرا لدان والأغنية اليمنية إلى أقصى خريطة الجزيرة والخليج شاعر تقطع جزالة وبساطة تجربته وشاعريته قول كل شاعر المحضار الذي منح كل قصيدة حكاية وكل لحن فرهد وانتهى إليه ورسى إلى إقائه ولحنه وهمهماته الدان الحضرمي تطويرا وتجديدا وعلى آخر أوزانه استقرت وتربعت المدرسة الحضرمية فلا تكاد تخرج عن صنعته وعما أجاد قيد أنملة أو همهمة هذه الأسرار الخاصة طبعا اللي قلت لك على بعض حاجات تكون وبعض أشياء تنكشف إذا يبقى أو ما يبقى زي حالات الفراق زي حالات المرض أنا أقول لك أنه غنية ومن تراثه وأشعاره ومضامين غزله وحكمه وأمثاله وحنينه وأشجانه وارتباطه بمدنيه وناسه تلقف كبار عمالقة الفن أغانيه وألحانه وخص بأكثرها حياكة وتفردا صديقه وصنوه بالفقيه الذي لم يفضل عليه أي أحد اصطفاء واجتباء وثقة منه بقدرة الأخير على إعطاء أشعاره وألحانه وما في الكون بقعة غير طيبة بها قلبي يطيل إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيم منازل أنزل القرآن فيها وروح القدس إبريل في عود الحي ليكتبت له العودة وتيسير السبيل ووقفة يا لها والله من وقفة مهيبة لدى القبر المهيب قلوب الناس من خلاقها فيها قريبة وهو منها قريبة ومن تجربته المتدفقة وثرية تحضر أقواله وفنونه ولحونه قولا فصلا ومضرب مثل أو استدلالا على كل لسان وفي كل بيت مانحا كلماته أجنحة تسافر عبر الزمان والمكان مثلما منح وأفرد أجنحة الشوق والحنين لتطير من كل العواصم والبلدان إلى سعاد والطويلة والغناء وشبها وكما الطير بدى المحضار شاعرا محلقا يغلب على أشعاره الحنين والشوق والعشق بترسنة شعرية قوامها أربع دواوين شعرية تحمل عنوين دموع العشاق وافتسامات العشاق وأشجان العشاق وحنين العشاق على التوالي ترتيبا زمانيا من منتصف الستينيات وحتى قبيل رحيله بعام واحد اليوم وبعد قرابة ربع قرن على رحيل المحضار كثيرا هي زوايا الولوج إلى عالمه وتجربته فالمحضاريات تجربة تتجاوز المدرسة الحضرمية إلى عوالم أكثر اختصاصا وخصوصية فنا ودانا مكتملا وقائمان بذاتهما